منتهى صعوبة مع الانتر اللي يمكن يكون ترنح في الفترة الأخيرة ولكن طبعاً مسابقة دولي الأبطال ملهاش قواعد هنتابع مع حضراتكم كل حاجة فيما يتعلق بمواجهات النهاردة ومنها الحقيقة كمان ماتش الليفر والانتر مع لوكا ماركتي الإعلامي بشبكة سكاي سبورتز هيكون ضفنة من خلال الفيديو كونفرنس في السادسة سينيور ماركتي طبعاً بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا وأهلاً بك على شاشة الأهلي في السادسة شكراً لكم مساء الخير على جمهير كنتي الأهلي أعظم وأكبر فريق في أفريقيا أود أني الأهلي بحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وأتمنى توفيق للأهلي المباراة القادمة في السودان أعتقد أن أنا صحفي ومقدم برامج فسكاي لكن الأهلي يستحق تانية من أكبر أشخاص في العالم أهلاً وسهلاً بك إحنا كجمهير نادي أهلي عندنا سقة كبيرة جداً إحنا هنكون موجودين في النسخة اللي جاية في كأس العالم هن تعتقد أنه ممكن يكون فريق إيطالي بيلعب في نفس البطولة؟ دعنا نتحدث في بداية الأمر نتمنى أن نسب إلى كأس العالم الكبير هنتسب إيطاليا إلى كأس العالم في كطر الآن لدينا تعاطف كبير مع روبرتو بالنسبة لشامبيوز ليج ودور أبطال أوروبا دعنا نتحدث بكل صراحة اليوفي قام بعمل مركاته رائع والإنتر يحاول اليوم لديه مباراة صعبة إذا ما عبرها زهاب وعودة سيقول كلمته لكن الحديث عن زهاب فريق إيطالي إلى دور أبطال أوروبا صعب جدا أتمنى أن أذهب إلى بطول الكأس العالم ولكن صعب بالنسبة لإيطالي خليني أبدأ معك من جولة إمبارح إمبارح شوفنا وتابعنا ثلاثة من أكبر الفرق المرشحة لتحيي اللقب اتنين جمعتهم مواجهة نارية PSG في مواجهة الريال والفريق الثاني المان سيتي في مواجهة سبورت انجليش ونا وقدر يحاق فوز عريض رأيك في الأداء اللقب خليني نتكلم على ماتش الريال و PSG مبارح رأيك في الأداء اللقب وفرص وحظوظ كل منهم في المنافسة على اللقب من وجهة نظرك في النسبة للوضع التكتيكي المباراة كانت تكتيكية أكثر منها حماسية بالنسبة لكارلو أنشلوتي المدرب الإطالة الذي حاول أن يحجم الهجوم وحاول أن يلعب بدفاع منطقة أكثر من يهاجم باريس سنجرمان لأن أن تهاجم باريس سنجرمان بالبرك دي برانس أنشلوتي كان توقع صعوبة اللقاء ولهذا ظهر بالمستوى الشاحب الذي ظهر به بالأمس أمام PSG لكن بالنسبة لمباراة العودة مباراة العودة ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لكارلو أنشلوتي أكثر من باريس سنجرمان الضغط سيكون أكثر على الريال مدريد من الأقرب في الفريتين للتأهل أنشلوتي قدم أداء رائع أنشلوتي قدم كل شيء من الأقرب من الريال وPSG للحصول على تسكرة التأهل للدور الثمانية أكلمك شوية عن السيتي هل تشاهد فريق يقدم كرة هجومية كرة ممتعة على سطح الكوكب أفضل من المان سيتي مانشستر سيتي يستطيع الفوز بأي بطولة جوارديولا جاء من أجل شامبيوز ليج مشروع مانشستر سيتي لن ينجح وجوارديولا لن يهدأ له بال إلا إذا فاز بالشامبيوز ليج ذات الأذنين التي تعصى كثيرا على المان سيتي مواجهة النهاردة مواجهة الأقوى يمكن هتكون بين ليفربول وبين الإنتر المتعسر محليا في الفترة الأخيرة إزاي شايف المواجهة دي وحظوظ مين أقرب للتأهل ليفربول دائما مفضل هو الأقوى وهو الأفضل من ناحية التكتيكية ومن ناحية اللاعبين ولديه خبرة أوروبية عظيمة في أواخر الأوام لأقولها كالجنرال لأن الإنتر كبير وكبير في إيطاليا وأوروبا لن تكون مباراة سهلة للإنتر أن يفوز أمام ليفربول كد يكون الإنتر بعمل مباراة عظيمة اليوم لكن العودة صعبة بمناسبة الكلام عن الإنتر بعد التقارير رصدت توتر العلاقة بين لوكاكو نجم طبعا بلجيكا وتشيلسي الإنجليزي ونادي تشيلسي ويمكن هو في مرة سابقة كان أهلا عن رغبته في العودة لإيطاليا وتحديدا للإنتر الكلام ده عاد مرة تانية للظهور على سطح هل تتوقع أن الموضوع يتم أو أكثر ما هي إلا إشاعات أو أمور غير دقيقة لا أعتقد أن الأمر سهل كما ذكرت هو لديه عقل وقمت أنا ومجموعة من صعفين سكاي سبورت بالحديث مع لوكاكو عندما عاد إلى ميلانو في الأجازة السنوية وتحدثنا معه لوكاكو إذا ما كنت تعود للإنتر وهذه الأشياء بعد اللقاء الذي قام به مع سكاي سبورت لوكاكو أكد أنه تحدث بموضوعية أنه يعشق جماهير الإنتر ويكون للإنتر كل الاحترام لكن هذا لا يعني أنه يريد العودة لكن الإنتر يريد أن يعيد لوكاكو مرة أخرى ومناسبة الكلام على الإنتر خليني أعجلك شوية لبطولة الدوري الإيطالي ورغم الحقيقة يمكن أنه النسخة السندي بتشهد أسماء كبيرة جدا تتولى تدريب الفرق نتكلم على جوزي موريني كان واحد من أفضل مدريب العالم مسيميليانو عليجري سبالاتي وإنزاجي وكلهم الحقيقة بدأوا بدايات قوية لكن بعد كده بيحصل حالة من حالات التراجع ومش عايز أسميها انهيار من وجهة نظرك إيه السبب في ده تقييمك لتجربة مورينيو مع روما مين الأقرب لتحقيق لقب الكالتشو في النسخة الحالية أو في الموسم الحالي في النسبة لي مع كل الاحترامة التي كنت ذكرتاه لكن الإنتر هو الأقرب والمفضل لكي يفوز بالدور الإيطالي لكن اليوفي والإنتر هم مفضلون سوف تستغرب إذا ما قلت يوفيندوس لكن اليوفي لديه مباراة عظيمة المباراة القادمة إذا ما عبرها اليوفي سيعود إلى الوجهة بمرة أخرى لكن الميلان بالرغم أن الميلان اقترب من الإنتر لكن الإنتر مفضل بالنسبة للفوز بالدوري بمناسبة الميلان لازم أسألك على إبراهموفيتش هل تتوقع أو هل عندك معلومة أن الموسم قد يكون الأخير للإبرا مع الميلان وهل تتوقع أنه يستمر بعد كده في الملاعب ولا يكون نهاية تعاقده مع الميلان هو بمثابة أعلان اعتذاله هذا سؤال يجب أن تسأله إلى إبراهموفيتش لأن إذا ما كانت هناك رغبة لدى إبراهموفيتش لكي يستمر في اللعب إبراهموفيتش سيلعب لأكثر من مئة عام إبراهموفيتش لديه الرغبة يعشق البطولات ويعشق الكرة ويعشق الملعب ولا يريد أن يغادر الميدان لكن هو لعب فخر لأي نادي يلعب له نتكلم عن الميركاتو الشتوي بالنسبة للأندال إيطالية وتكلمني على أهم الصفقات من وجهة نظرك فلاوبيتش بالطبع كان أقوى الصفقة في الميركاتو في إيطاليا هذا العام الصفقة دي يعني حيطت بها كده علامات استفهام وأثرت عدد من الشبهات وفي بعض التقارير رصدت قصة فساد ما في موضوع انتقال فلاوبيتش من فيورنتينا لليوفي هناك مشاكل كبيرة بالنسبة لفلاوبيتش وفيورنتينا فيورنتينا كان يرفض بيع اللاعب لكن اليوفي اتبع كل الأمور الشرعية من أجل خطف اللاعب فيورنتينا الآن يخرج في الصحف ويريد أن يقول أن هناك شبهات في صفقة فلاوبيتش بالنسبة للوكالاء اللاعبين لكن كل ثقة أقول لكن اليوفي ذهب وقدم عرض وفيورنتينا رئيس النادي قابل هذا العرض وقابل الأموال وبلاوبيتش جاء بالطريقة الشرعية إلى اليوفي لا 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 أنا أرفض كل ذلك طيب أكلمك على المنتخب الإيطالي الحقيقة اللي غاب عن النسخة الأخيرة من كاس العالم وأعتقد أنه هيكون صعب جدا أنه يغيب عن نسخة كاس العالم اللي جاية فرص إيطاليا الأدسوري في تأهل عن طريق البرتغال ورأيك فيما قدمه منسيني مع المنتخب الإيطالي حتى الآن روبرتو منسيني سيعود وسيذهب بإيطاليا لكاس العالم لأن إيطاليا هي بطلة أوروبا وبيطلة اليورو ويجب أن تكون متوجدة بكاس العالم فرصة الزوري سنذهب لكاس العالم لوكا بركتي الإعلامي بشبكة سكاي سبورس بشكرك شكرا جزيلا على موجودك معنا وكل التوفيق ما زلت عاشق لعندها الإيطالية والمنتخب الإيطالي كل التوفيق للعندها الإيطالية سواء في بطولة تدوري الأبطار رغم أن فرصها يمكن تكون مش كبيرة لكن محدش عارف في أوقات كثيرة جدا جدت فرق من بعيد جدا وقدرت تحقق لقب مثلا بورتوال